القرآن الكريم يقول وَإِذَا جَاءَكَ هَيْ كَلِمَة جَاءَ تُعَبِّرْ عَنِ الْحُضُورِ النبي موجود النبي صلى الله عليه وآله وجوده العين منشأ لآثار وبركات ولكن الحضور منشأ لآثار وبركات أخرى وَإِذَا جَاءَكَ الْمَجِيءِ يعني الحضور أن يحضر أو تحضر عنده وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الحضور عنده أو حضوره هذا منشأ لبركات تكويني الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه حضوره في المجتمع حضوره في النفس يعني واحد يستحضر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه في نفسه هذا منشأ لآثار في النفس آثار وبركات حضوره في البيت البيت الذي يخلو عن الإمام الحجة الإمام الحجة لا يغيب ولكن البيت الذي يغيب عن الإمام الحجة الغيب من هذا الجانب فرق كبير بين بيت فيه الإمام الحجة وبيت لا يوجد فيه الإمام الحجة فرق كبير بين مجتمع الإمام الحجة له حضور فيه ومجتمع الإمام الحجة لا حضور له فيه هذا الحضور منشأ لآثار بركات توفيقات اشتركوا في القناة